اهلا بكم في قناتكم وقناتي جمالك بالوصفة للوصفات الطبعية المجربة وصفة اليوم وصفة رائعة جدا لجميع مشاكل الشعر بمكون واحد فقط يقوم بتطويل الشعر يقاف تساقطه ويقوي الشعر ويكسفه وايضا يقوم بانبات فراغات الشعر مع الاستمرار في استعماله وزي ما قلت لكم الوصفة دي تحتوي على اتنين مكونين فقط وده اجمل ما في الوصفة لان في ناس كتير بتكسل تعمل وصفات طبعية لانها بتحتوي على الكثير من المكونات فالوصفة دي ما تخافوش تماما لانها بتحتوي على مكونين اتنين فقط وهي ايضا تصلح للرجال وتصلح للنساء والاطفال فاذا كان شعرك متضرر من السبغات والكرياتين او غيرها فالوصفة دي هتعالج كل مشاكل الشعر المكون اللي بكلمكم عنه هو اول مكون هو السمسم السمسم رائع جدا جدا وتمن ورخيص وده اجمل ما في الوصفات الطبعية انه بيكون تمنها رخيص وايضا بتكون صعالة السمسم يقوم بتقويد بصيلات الشعر ستحصل على شعر طويل ناعم وكسيف ويعالج ايضا كل مشاكل الشعر ويعالج الجفاف الوصفة دي مع الاستمرار عليها هتلاحظي ان شعرك المجاعد سيصبح ناعم وطري بدون تجاعدات ابدا سيصبح طويل وناعم قبل ما نبدأ طريق تحضير الوصفة ما تنسوش حبايب قلبي اللايك للفيديو عايزة لايكات كتير جدا عشان الفيديو ينتشر وغيركم يستفاد منه ولو لسه مشتركتيش اشتركي بسرعة علشان يوصل لكل جديد اولا كده هنبدأ نجيب الحلة بتاعتنا وحنبدأ نضيف المكون الاول هو السمسم هنضيف حوالي اتنين معلقة كبار من السمسم اي نوع متوفر عندكم سواء السمسم الاحمر السمسم الابيض اي نوع بعدها هنبدأ باضافة المكون التاني هو القرص الابيض هنضيف حوالي معلقة كبيرة من القرص الابيض وبعدها هنبدأ بتنزل عليهم اخر حاجة وهي المية هنضيف حوالي اتنين كاس من المية طبعا انا في الوصفات بتاعة الشعر بفضل استخدام الارز الابيض المصري مش الارز البسمتي ليه? لان الارز الابيض بيحتوي على نسبة عالية جدا جدا من النشويات اللي بتعمل على علاج الشعر المجاعد وبتفرده كأنك بالزبط عاملة كرياتين وده من اسرار شعر الصينيات الصينيات بيستخدموا الوصفة دي بانتظام علشان كده دايما بتلاحظي ان شعرهم بقى ناعم وجميل جدا بعد وضع المكونات دي كلها توضع المكونات على النار لمدة 20 دقيقة مع تقليب المكونات من حين الى اخر لكي لا تحترك الوصفة بعدها نترك المكونات تبرد تماما لمدة الساعة الى ساعتين مع تخطيط المكونات جيد جدا لان السمسم بيحتوي على زيوت مش عايزين تتبخر في الهواء عايزين احتفظ بيها فطبعا تغلق على المكونات جيد جدا وتتركيها تبرد تماما لمدة ساعة الى ساعتين بعدها هتلاحظي ان لون المية اتغير واصبح لونه مائل الى ابيض وكمان هتلاحظي ان حجم الارز الابيض تضاعف حجمه ونفش كده يعني حجمه تضاعف اكتر من الاول وبكده تكون الوصفة جهزت معانا الوصفة دي من الوصفات اللي هي ملهاش روائح تماما عكس البصل والطوم اللي معروف ان ريحة التوم بتبقى قوية لكن الوصفة دي لا تحتوي ابدا على رائحة كريهة يعني ريحة السمسم يعتبر تكون خفا جدا وكمان ريحته حلوة جدا طبعا القرص برضو مرهوش رائحة ونفازة اي من الوصفات اللي هي حلوة جدا بمكونات سهلة وبسيطة بعد ترك المكونات تبرد تماما لمدة ساعتين بعدها هنبدأ في الخطوة اللي التانية وهي تصفية المكونات هنصف في المكونات بتاعتنا بالمصفة او بالفلتر للحصول فقط على خلاصة الوصفة الوصفة دي كمان من مميزتها انك تقدر تستخدميها بدون ما تخسيلي شعرك وهقولك ازاي بلاش تستخدميها من تلقاء نفسك لان في ناس كتير بتجرب الوصفات الطبعية يعني بتتفرج على الجزء الاول او الشق الاول من الفيديو اللي هو طريقة التحضير وبعدين ما بتتفرجش على الفيديو للاخر وبتستخدم الوصفة من تلقاء نفسها وبترجع تشتكي تقول ان الوصف ما جابتش معاها نتيجة وده طبعا لسوق استخدام الوصفة فمن المهم جدا تتابعي الفيديو للاخر وركز معايا علشان تعرفي طريقة استعمال الوصفة لكي تنجح معاك وتديكي افضل النتائج المرغوبة بعد تصفيت المكونات بالمصفة او بالفلتر بعدها هبدأ اجيب الامع بتاعي والزجاجة اللي بيبقى فيها بخاخ علشان الزجاجة دي بتسهل عليكي طبعا ان انتي تستخدمي الوصفة وتبقى سهلة معاك في التوزيع هبدأ اجيب الامع وابدأ بوضع جميع المكونات في البخاخ بتاعنا الوصفة دي كمان صالحها لمدة اكتر من سبع ايام او اكتر من اسبوع تحتفظ بيها في برطمون زجاجي وتضعيها في التلاجة بس امشي اوعي تحطيها في برطمون بلاستيك لان البرطمون البلاستيك بيعمل على افساد المكونات وايضا يعمل على فقد فوائد الوصفة فاحتفظ بيها في برطمون زجاجي وليس بلاستيك واحتفظ بيها في التلاجة الى حين استخدمها بعد وضع المكونات في البخاخ هقولك دلوقتي حالا على طريقة استخدام الوصفة الوصفة توضع على فروة الشعر فروة شعر تكون نضيفة مش شرط يكون شعرك مبلول يعني لو عندك اشرة او جلد ميت او لم تقومي بتنظيف شعرك من 4 الى 5 ايام فلازم تقومي بتنظيف شعرك جيدا بالمية ثم ضعي هذه الوصفة قومي برش الوصفة على شعرك ثلاث مرات في اليوم يعني مرة صباحا ومرة مساء ومرة في الليل قبل ان تنامي وضعيها على كامل شعرك فلو كنت بتعاني من جفاف الشعر ضعي الوصفة مع التركيز على جذور الشعر وحاولي ان الوصفة تتغلغ لداخل بصيلات الشعر اما لو كنت بتعالجي شعرك من الكامويات الصعبة والعنيدة فضعيها فقط على فروة الراس وكامل الشعر واعملي مساج للشعر واتركيها على الشعر وابدأي بوضع ابنيها على شعرك واتركي الوصفة لمدة ساعتين الى ثلاث ساعات اولا النتيجة هتلاحظوها هي اقاف تساقط الشعر تاني نتيجة هتلاحظوها ان شعرك بدأ يتحسن يوميا وحتلحظ كسفته وطوله وحتلحظ بدأ ينبط شعر جديد في اماكن الفراغات اهم شيء الاستمرار على الوصفة واستخدمها بالطريقة المزبوطة عليها وتتعد تماما عن اي شامبو بيحتوي على مادة السيليكون لانك انت لو بتسخدمي الشامبو بيحتوي على السيليكون يبقى مفيش اي وصفة هتنجح معاك فده دي حاجة مهمة وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو اتمنى منكم حبيب قلبي دعمي باللايك لتشجيعي على تنزيل المزيد من الوصفات الطبعية وما تنسيش لو انت استفدت من الفيديو اعملي مشاركة مع كل حبيبك واصحابك لو حد عندك بيعاني من شعر مجعت شعر مش ناعم شعر يتساقط اعملي مشاركة للفيديو ده معاه يمكن هو كمان يستفاد الوصفة صالحة للرجال وايضا للنساء وللاطفال اي حد يقدر يستخدمها مفيش منها ضرر بالعكس نتائجها رائعة وجميلة جدا كل عليكم انكم تدوموا عليها وهتشوفوا النتائج الملحوظة من اول اسبوع اشتركوا في القناة